القائف دوت كان في زمنهم زي الدي ايه كده في زمننا السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيجو في حلقة جديدة من عبارات شائعة العبارة اللي معنا النهاردة ان شاء الله هي من شابه اباه فما ظلم سمعت قبل كده العبارة دي من شابه اباه فما ظلم العبارة دي بتتقال امتى لما بتشوف واحد شبيه بابوه يعني في اخلاقه في معاملاته لو بيطقن حرفة معينة زي ابوه مثلا واحد طلع دكتور وابوه كان دكتور طلع زابط وابوه زابط فلما بتشوف تقول ايه من شابه اباه فما ظلم ايه معنى العبارة دي وايه اصل قصتها هتعرف ان شاء الله بس ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس ويلا نخش في الحلقة من شابه اباه فما ظلم دي عبارة قديمة ممكن اخدم واحد الها في الشعر مثلا كعب ابن زهير وده من الشعراء المخدرمين اللي ادرك الجاهلية وادرك الاسلام واسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم فذكره في شعره واحد الشعراء مدح عدي بن حاتم رضي الله عنه بهذه المقولة فقال بابيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه اباه فما ظلم فالشعر بيمدح عدي بن حاتم انه كريم زي ابوه انه اقتدى بابيه في الكرم فطلع كريم زي ابوه ومن شابه اباه فما ظلم يعني هو طلع شابه بابه فما ظلم ايه بقى معنى من شابه اباه فما ظلم انت كده عرفت العبارة دي بتتقال امتى بتتقال لما حد يكون شبيه بابيه سواء في شكله او في اخلاقه او في معاملاته او في حرفة يتقنها او في علم من العلوم طيب ايه معنى من شابه اباه فما ظلم البعض قال من شابه اباه فما ظلم يعني لا يعاب عليه انه يشابه ابيه في اخلاقه وطبعا ده كلام مش صحيح مية في المية لان كلام ده لا يعاب عليه اذا كانت ابوه اخلاقه حسنة وهو اخلاقه حسنة كابيه لكن اذا كانت ابوه اخلاقه سيئة وهو اخلاقه سيئة زي ابيه بس زي لا يعاب عليه فأسيبك من القول ده القول الثاني انه لا يستغرب ان يسير الانسان على سيرة ابيه اذا امر مش عجيب ولا امر مستغرب بل بالعكس الطبيعي أن الولد يسير على سيرة أبيه لأن طبعاً أبوه هو اللي رباه واقتدى بأبيه من صغره فطبيعي أنه يطلع زي أبوه فده أمر مش مستغرب يعني وده فعلاً إحنا بنشوفه كتير يعني معظم الآباء وخلي بالك إحنا بنتكلم على الأغلب إحنا بنتكلم على الأغلب الأغلب إن الأب لما بيكون صالح وبيطقن حرفة معينة الأغلب إن ابنه بيبقى زيه إنه بيطلع صالح وبيتخلق بأخلاق أبيه وبيبقى فيه نفس طباع أبيه ولو كان أبوه بسيء الخلق ولا بيشرب مخدرات ولا بيعمل منكرات في الأغلب الولد اللي تربى في البيئة دي بيطلع زي أبوه طبعاً ده في الأغلب عشان ما الجيش تقولي بقى طب ما سيدنا نوح نبي ورسول وابنه كان طالع الكافر يا عم أنا بقولك الأغلب أنا بقولك الأغلب لكن في حالات الأب بيكون فيها صالح وبيطلع ابنه فاسد والأب بيكون فاسد وبيطلع ابنه إمام الأئمة وعالم الإعلماء ما فيش مشكلة نبنتكلم على الأغلب زي بالضبط كده ما الأغلب إن الرجل الصالح بيتزوج بامرأة صالحة وإن المرأة الصالحة بتتزوج برجل صالح والعكس المرأة الفاسدة بتتزوج برجل فاسد ده في الأغلب لكن في حالات فيها امرأة صالحة متزوجة برجل فاسد ورجل صالح متزوج بامرأة فاسدة دي حالات قليلة لكن الأغلب الذي عليه الناس إن الصالح بيتزوج بصالحة والفاسد بيتزوج بفاسدة شبهه القول التالت بقى وهو الأهم في معنى من شابه أباه فما ظلم اللي هو ما ظلم من يعني اللي يشبه أبوه ما ظلمش مين اللي يشبه أبوه لم يظلم أمه يعني اللي يطلع مثال لأبيه شبه أبوه ده ما ظلمش أمه ليه ما ظلمش أمه لأن الولد لما يطلع على غير مثال أبيه يطلع شكله مختلف عن أبوه ده بيكون ذريعة للجماعة المنافقين والجماعة خبثاء النفوس إنهم يطعنوا في عرض هذه المرأة ويتكلموا على هذه المرأة يعني مثلا تخيل رجل شديد البياض خلف ولد شديد السواد الجماعة المنافقين والجماعة اللي في قلوبهم مرض بيطعنوا في نسب الولد ده يقول لك أكيد ده مش ابنه لأن ده أبيض جدا وده أسود جدا يبقى إزاي ده يبقى ابن ده ويطعنوا في عرض المرأة ويشككوا في نزاية المرأة وفي أخلاق المرأة علشان كده الولد لما بيطلع شكل أبوه مثال أبيه ده بيرفع التهمة عن أمه وخلي بالك أن ده حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا مش بكلمك في حاجة وهمية أو حاجة خيالية لا ده حصل فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين طبعا أسامة ابن زيد أسامة الحب ابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله عنه كان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه زيد بن حارثة أسامة كان رجلا شديد السواد وأبوه زيد رضي الله عنه كان رجلا شديد البياض فكان المنافقون بيتهم أسامة رضي الله عنه أنه هو مش ابن زيد بن حارث وكانوا بيطعنوا في نسب أسامة ويتكلموا على أسامة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلوا بعض الكلام ده وده كان بيزعج النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن في مرة رجل من القافة دخل وأسامى بن زيد وزيد بن حارسة نايمين على الأرض متجعان على الأرض ومتغطيين ولا تظهر إلا أقدامهم فقال تلك الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عائشة بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح إن الرجل ده من القافة قال ان الرجل دي من دي يعني قال ان اسامة ابن زيد ابن حارسة سر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح طب والراجل بتاع القافة ده ايه قصته القائف دوت كان في زمنهم زي الدي ان ايه كده في زمننا الراجل القائف ده راجل بيتتبع الاثار وبيعرف الانساب وبمجرد ما يشوف عضو انسان يقولك ده ابن ده او دي بنت دي او ده عم ده او خال دي سبحان الله بالفراسة والخبرة والزكاء كان بيعرف الكلام ده ربنا اداله الموهبة دي فبقولك زي الدي ان ايه كده في زمننا عارف انت الدي ان ايه الحمض النووي اللي فيه الجنات الوراثية بتاعت الواحد لما بياخدوا الدي ان ايه بتاعت الواحد بيعرف على طول ان ده ابن ده او ده ابو ده بنتري الدي ان ايه برضو الراجل القائف ده كان بيعرف كده يمسك الولد يقول بص في رجليه بص في ايديه على طول يقولك ده ابن ده او مش ابنه فالنبي صلى الله عليه وسلم سرة أن القائف ده قال تلك الأقدام بعضها من بعض حصل برضو موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من الأعراب امرأته أنجبت ولدا أسودا والرجل قن أبيض وامرأته بيضاء وبعدين جبت ولد أسود فكأن الرجل لما الولد طلع من شبهه طلع من شبهه أبوه فالرجل نفسه شك في مراته ظن في مراته ظن السوء وآتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت له أنه ليس لازم عشان الولد يكون ابنك أن يطلع شبهك مية في المية مش شرط قال له ألك إبل قال نعم يا رسول الله قال ما ألوانها قال حمر يعني لونها ماء للحمرة قال أفيها جمل أورق يعني لونه كده مائل للرمادي أو للفضي قال نعم يا رسول الله قال من أين أتى إليها هذا الجمل جمنين اللون بتاعه ده قال لعل نزعه عرق يعني لعل واحد من أجداد أجداده كان لونه كده فعلشان كده ما طلعش أحمر زي أبوه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولدك لعل نزعه عرق يعني بيقول له كمان ابنك ممكن يكون واحد من أجداده كان أسود اللون فعلشان كده الولد طلع شكل جد من أجداده فمش شرط أنه يطلع أبيض زيك مش شرط أنه يطلع شبهك فده معنى كلمة من شابه أباه فما ظلم يعني من شابه أباه فما ظلم أمه يعني الولد لما يطلع شبه أبوه بيرفع التهمة عن أمه وإن كانت طبعا الأم عفيفة وشريفة وطلع الولد من شبه أباه دي ما فاش أي مشكلة خالص احنا قلنا قبل كده لسه ذاكرين أنه ممكن يطلع شبه أخواله شبه أعمامه ممكن يطلع شبه أجداده مش شرط أنه يطلع شكل أباه يعني نسخة بالكربون فده معنى كلمة من شابه أباه فما ظلم وبكده تكون الحلقة انتهيت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ويريد تعمل لايك وشير أشوفكم حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله